وصلت وزارة داخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية تمكنت وزارة داخلية خلال 24 ساعة من ضبط 463 قضية تموينية بمضبطات بلغت قرابة 430 طن مواد غذائية في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلائي على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 440 أطنان أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البايع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية فتم ضبط 26 طن في مجال قضايا المخابز تم ضبط 715 قضية من بينها 158 قضية خبز ناقص الوزن و 128 قضية خبز غير مطابق للمواصفات تم أيضا ضبط قرابة 22 طن أقماح محلية في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتدور القمح المحلية